موسيقى وسط هذه الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة يشق هذا الرجل الخمسيني طريقه باحثا عن رزقه على متن قاربه الصغير في نهر العاصي بمدينة داركوشغربا ايدلب فمنذ اكثر من عشرين عاما يمتهن العم ياسر فاخرجي صيد الاسماك ثم بيعها في هذه المنطقة التي تعتبر قبلة للمصطافين من مختلف المناطق المحيطة بها بالنسبة لصيد العاص هاي مكسب رزقنا مثل ما بيقولوا ونحن ما عنا مهنة او معمل مثلا لنشتغل فيه هي مهنتنا هي الصيد نحن الشبك منشتريه نحن منضربه نحن منشتغله في ايدنا نحن منقصه منضبط منضرب منطب منصطاد والناس كلها فيه ناس كتير مصدرة ما بس انا يعني انه انا شخص الوحيد الصياد فيه عدة صيدين ما عنده شغله ولا عنده عامله غير مهنته هيها الصيد تغير منسوب مياه النهر وغلاء ادوات الصيد ومعداته بالاضافة لوسائل الصيد الجائر التي تهدد الثروة الحيوانية في النهر برمته وغيرها العديد من الاسباب تجبر العم ياسر على العودة الى منزله صفر اليدين في كثير من الاحيان نحن منتمنى كمان يعني انه هالشباب هاي السروة الحيوانية يحافظوا عليها منتمنى انه ما حدا يضرب كاربا لا ازاءة الصيدين عبي ازونا نحن وبي ازو الناس هاي وهالدلمية اللي عبي ضربوا كمان هذا اسمه صيد جائر نحن منتمنى من المسؤولين هيك بس نظرة الينا والصيدين اللي عايشين من خير الله وخير النهر هذا وهي السروة الحيوانية لكل الناس بشيء من الغناء والعتابة والتأمل في جمال خلق الله استطاع ياسر فاخرجي التغلب على مصاعب الحياة الكثيرة فاعتمد على نفسه واستعد بجهده وابتاع رزقه ولا يزال يأكل مما كسبت يمينه في زمن كثرت فيه الازمات التي تهدد رغيف الخبز ولقمة العيش ترجمة نانسي قنقر